السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله على نعمة العلم والحمد لله على كل نعمة أنعم الله بها علينا والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله يا أبناء الطلاب وأهلا ومرحبا بطلاب وطالبات العلم والجد في الصف الخامس الابتدائي في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ودرسنا اليوم حروف الإظهار الشفوي أربعة أي أننا سنكمل الحديث عن حروف الإظهار الشفوي حروف الإظهار الشفوي بارك الله فيكم يا أبناء الطلاب وتعلمون أن علم التجويد علم شريف لماذا؟ لأنه يتعلق بكتاب الله عز وجل فحينما يكون عند المسلم والطالب والطالبة إلماما بهذا العلم وبأحكام هذا العلم الأحكام التجويدية فبإذن الله عز وجل أن تكون قراءته لكتاب الله عز وجل ماذا؟ قراءة أحسنتم سليمة وصحيحة فهو يعلمك الأحكام المتعلقة بكيفية نطق وقراءة الآيات في كتاب الله عز وجل فإذن المسلم يؤجر على تعلم هذا العلم إذا أخلص النية لله عز وجل فنحرص بارك الله فيكم على التزود وعلى تطبيق هذا العلم وما نقوم بتعلمه في هذه المادة وهي ماذا؟ التجويد التي كما ذكرنا تعلمنا طريقة نطق الآيات والكلمات القرآنية بشكل صحيح وسليم بارك الله فيكم يا ابناء الطلاب وأحسن إليكم ونفع بكم وجعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته نأتي الآن إلى أهداف الدرس فمن أهداف الدرس أن يعدد الطالب بعض حروف الإظهار الشفوي وكذلك من أهداف الدرس أن يستخرج الطالب الكلمات التي بها ميم ساكنة التي بها ماذا؟ ميم ساكنة والمقصود بهذا الهدف الميم الساكنة التي حكمها الإظهار الشفوي أحسنتم بارك الله فيكم ومن أهداف الدرس أن يطبق الطالب حكم الإظهار الشفوي بشكل صحيح بشكل صحيح نأتي الآن إلى هذا المقطع التعليمي الذي يتحدث عن الإظهار الشفوي ثم نكمل هيا بنا سنتعلم يا أبنائي الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة وهو الإظهار الشفوي والآن لنستمع إلى قوله تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب كيف نطق القارئ الميم الساكنة في هذه الأمثلة؟ لقد نطقها واضحة من دون غنة ولماذا نطق القارئ الميم الساكنة واضحة من غير غنة؟ لأنه جاء بعد الميم الساكنة حرف الياء كما في المثال الأول في حين جاء بعد الميم الساكنة حرف الفاء كما في المثال الثاني وهذان الحرفان من حروف الإظهار الشفوي ونقرأهما هكذا جاءكم يوسف فما زلتم في شك مما؟ وما حروف الإظهار الشفوي؟ جميع الحروف الهجائية عدى الباء والميم ماذا نستنتج مما سبق؟ نستنتج أن الميم الساكنة تنطق واضحة من دون غنة إذا جاء بعدها أحد حروف الإظهار الشفوي أحسنتم يا أبنائي وبذا يعرف الإظهار الشفوي بأنه إخراج الميم الساكنة عند أحد حروف الإظهار الآن بارك الله فيكم نأتي إلى تعريف الإظهار الشفوي وذكرنا بأن الإظهار الشفوي هو إخراج الميم الساكنة عند أحد حروف الإظهار وقد بينا بارك الله فيكم يا أبناء الطلاب وأحسن إليكم بأن الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام الحكم الأول ماذا؟ الإخفاء أحسنتم وحرف الإخفاء ما هو؟ أحسنتم ألباء أحسنتم وهو ما يعرف بي الإخفاء الشفوي أحسنتم وكذلك الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة هو الإدغام الصغير الإدغام ماذا؟ الصغير وحرفه ماذا؟ الميم أحسنتم وبالنسبة للإخفاء والإدغام فالميم الساكنة الموجودة في رسم المصحف الميم الساكنة التي تأتي في المصحف لا يكون عليها أو لا يكتب فوق الميم سكون فهنا نعرف بأن هذا الميم إما حكمها الإخفاء إذا جاء بعد حرف الباء وإما أن حكمها ماذا؟ الإدغام إذا جاء بعدها ميم أما الإظهار الشفوي فيكتب فوق الميم الساكنة ماذا؟ سكون يكتب فوق الميم الساكنة ماذا؟ سكون فإذا الإظهار الشفوي من علامات أن هذه الميم حكمها الإظهار الشفوي أن هناك سكون بالرسم العثماني فنعرف بأن هذا الحكم هو ماذا؟ حكمه الإظهار أما إذا جاء ميم ساكنة ولم يكتب فوق الميم ولم يرسم فوق الميم سكون فهذا معنى أن هذه الميم إما إخفاء أو إدغام فننظر إلى الحرف الذي جاء بعد هذه الميم فإن كان باء فنقول إخفاء شفوي أحسنتم وإن كان ميم فنقول الإدغام الصغير فإذا هذا هو المقصود يا أبنائي بأن الإظهار الشفوي هو أخراج الميم الساكنة ولم نقول إخفاء ولم نقول إدغام وإنما نخرج الميم الساكنة مظهرة من دون إدغام أو إخفاء فإذا الإظهار الشفوي هو إخراج الميم الساكنة عند أحد حروف الإظهار وسمي هذا الإظهار بالإظهار الشفوي لماذا؟ أحسنتم لأن الميم تخرج من الشفة ميم ميم تخرج من الشفة نأتي الآن إلى حروف الإظهار الشفوي فحروف الإظهار الشفوي هي جميع الحروف الهجائية ما عدا الباء والميم ما عدا الباء والميم فالباء إخفاء والميم من حروف الإدغام الصغير بارك الله فيكم يا أبنائي نأتي الآن إلى طريقة النطق به أي بالإظهار الشفوي كما بينا إذا جاء بعد الميم الساكنة أحد حروف الإظهار وبينا يا أبناء الطلاب بأن هذه الميم ماذا؟ يا أبناء الطلاب بأن هذه الميم بأن هذه الميم تكون ماذا؟ يرسم فوقها ماذا؟ سكون فإذا جاء بعد الميم الساكنة أحد حروف الإظهار الشفوي فنخرج الميم هذه الميم تخرج ماذا؟ واضحة من دون غنة واضحة من دون غنة ينبغي أثناء أداء الإظهار الشفوي في الحروف السابقة واللاحقة أن تنطق الميم نطقاً ماذا؟ لطيفاً أحسنتم وَلَا يُطَالُ فِي زَمَنِ نُطْقِهَا وَإِلَّا تَحَوَّلَتْ إلى إخفاء أو غنة ظاهرة وهذا لحن خفي نأتي الآن إلى هذه الآيات واليوم بإذن الله عز وجل سنأخذ ما تبقى من حروف الإظهار الشفوي سنأخذ حرف السين والشين حرف الصاد والضاد والطاء والضاء وحرف الضاء نأتي الآن إلى هذه الأمثلة لاحظوا معي في قوله تعالى إنهم ساء إنهم ساء ماذا تلاحظون؟ فهنا نلاحظ هذه الميم حكمها ماذا؟ الإظهار الشفوي أحسنتم لماذا؟ لأن هناك هذه السكون المرسومة فوق الميم وبعدها حرف ماذا؟ حرف السين والسين من حروف الإظهار الشفوي أحسنتم نأتي الآن إلى الآية الثانية وجعلناكم شعوبا وجعلناكم ها لاحظوا الميم فوقها ماذا؟ فوق هذه الميم رسمت السكون وبعدها حرف ماذا؟ الشين والشين من حروف الإظهار الشفوي فهنا نخرج أحسنتم يا أبنائي فهنا نخرج الميم إخراجا تاما واضحا أي أننا لا نقوم بإدغام أو بإخفاء الميم وإنما نقول وجعلناكم قمنا بنطق ماذا؟ الميم واضحا وجعلناكم شعوبا طيب نأتي الآن إلى المثال الثالث إن كنتم صادقين فهنا الميم أحسنتم هذه الميم حكمها لإظهار الشفوي وهنا حرف ماذا؟ حرف الصاد الآية التي بعدها وَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَمْضُوا وَمْضُوا قمنا بنطق الميم واضحة ظاهرة أخرجنا الميم الساكنة واضحة ظاهرة وكذلك حرف الضات وَمْضُوا فإذن بارك الله فيكم الميم هنا حكمها الإظهار الشفوي وهذا حرف ماذا؟ حرف الضاد والضاد من حروف الإظهار الشفوي الآية التي تليها عارض ممطرنا أين الميم الساكنة التي حكمها الإظهار الشفوي؟ من يستخرجها لنا يا أبناء الطلاب؟ أحسنتم رائعون هذه الميم وبعد حرف ماذا؟ الطاء والطاء من حروف الإظهار الشفوي ممطي ممطي فقمنا بنطق الميم واضحة وكذلك حرف الطاء ولم يكن هناك لا إخفى ولا إضغام أحسنتم الآية الأخيرة وظننتم ظن السو ها يا أبنائي أحسنتم هذه الميم الساكنة وأتى بعد حرف ماذا؟ الضاء وهذه الميم حكمها الإظهار الشفوي فأخرجنا الميم ولم نقم بإضغام أو بإخفاء الميم في حرف الضاء فإذا نقول يا أبنائي الكلمات التي مرت معنا إنهم حرف السين كما تلاحظون إنهم سا إنهم الحرف سين أحسنتم وجعناكم شعوبة الشين أحسنتم الكلمة الثالثة كنتم صادقين حرف الصاد أحسنتم الكلمة الرابعة وانضوا الميم ساكنة حكمها ماذا؟ الإظهار الشفوي والحرف الذي جاء بعد الميم الساكنة حرف الضاد وكذلك في كلمة ممطيرنا أحسنتم حرف الطا وكذلكم وظننتم ظن السوء الحرف هو الضاء بارك الله فيكم يا أبنائي ناتي الآن ونلاحظ هذه الكلمات همسا همسا كما تلاحظون قمنا بنطق الميم واضحة وأخرجنا الميم واضحة وبينة همسا الكلمة الثانية أمشاج أمشاج فقمنا كذلكم بنطق الميم واضحة بينة وكذلكم حرف الشين ولم نقم بإدغام الميم في الشين أو بإخفاء الميم في الشين وإنما حكمها الإظهار فتظهر الميم والشين الكلمة أو الآية الثالثة وهم صاغرون وهم صاغرون أظهرنا الميم وامضو وامضو كذلكم أظهرنا الميم وأمطرنا وأمطرنا كذلكم أظهرنا الميم وفي المثال الأخير وهم ظالمون وهم ظالمون وهم ظالمون وقمنا بإظهار الميم الساكنة ناتي الآن إلى هذه الكلمات مطبقا لإظهار الشفوي إنهم ساء الآية التي تليها منهم شيء منهم شيء قمنا كذلكم بإظهار الميم الساكنة كنتم صادقين كذلكم أظهرنا الميم فيكم ضعفا فيكم ضعفا الكلمة التي تليها فالتقم طائفا فالتقم طائفا والكلمة الأخيرة من فوقهم ظلل فوقهم ظلل فقمنا كذلكم بإظهار الميم الساكنة ناتي الآن ونستمع إلى هذه الآيات بارك الله فيكم مطبقا الإظهار الشفوي تطبيقا صحيحا الآن سوف نستمع إلى هذه الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط الآن بارك الله فيكم نأتي للتقويم السؤال الأول نقرأ الآيات الكريمة قراءة صامتة ثم نستخرج هذه الأحكام الستة الآن سوف نستمع إلى هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل الآن نأتي إلى جواب هذا السؤال نخرج من الآيات الكريمة أخفى حقيقي أخفى حقيقي يعني أن هذا الأمر متعلق بأحكام أحسنتم أنون الساكنة والتنوين مثلا في قوله تعالى لقد كان لسبأ في لسبأ في هنا تنوين كسر أتى بعد حرف ماذا ألفاء الحكم الثاني إدغام بغير غنة فالجواب من رزق نون ساكنة أتى بعد حرف الر والر من حروف الإدغام بغير غنة الحكم الثالث إظهار حلقي أي كذلكم أنه متعلق بأحكام النون الساكنة والتنوين في قوله تعالى ورب غفور تنوين ضم أتى بعد حرف الغين والغين من حروف الإظهار ورب غفور نأتي الآن إلى إظهار شفوي يا أبناء الطلاب أحسنتم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية مسكنهم آية نأتي الآن إلى الحكم الخامس إخفاء شفوي في قوله تعالى وَبَدَّنَّاهُمْ لاحظوا لاحظوا يا أبنائي وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ وَإِدْغَامُ بِغُنَّةِ في قوله تعالى عَيَّمِينَ إِدْغَامُ بِغُنَّةِ عَيَّمِينٍ وَشِمَالٍ فهو متعلق بالنون الساكنة والتنوين السؤال الثاني نأتي بمثال لكل حرف من حروف الإظهار الشفوي التي مرت معنا في هذا الدرس فالشين في قوله تعالى وَجَعَنَّاكُمْ شُعُوبًا أحسنتم الضاد قال تعالى وَمْضُوا وَالصَّاد في قوله تعالى كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَالطَّى في قوله تعالى وَأَمْطَرْنَا وَالصَّيِّينَ في قوله تعالى إِنَّهُمْ سَاء وَالضَّى في قوله تعالى وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوَّ نأتي الآن إلى هذا السؤال الثالث ونقارن بين الأمثل الآتية من حيث الحكم مع بيان السبب في قوله تعالى يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ والآية الثانية وَآَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفُ والآية الثالثة أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ فنقول هُمْ بَارِزُونَ الحكم إخفى شفوي السبب مجيء حرف الباء بعد الميم الساكنة وَآمَنَهُمْ وَآمَنَهُمْ لاحظوا قمنا بإضغام الميم في الميم فالحكم إضغام صغير السبب مجيء حرف الميم بعد الميم الساكنة أَلَمْ نَشْرَحْ فالحكم إظهار شفوي السبب مجيء حرف النون بعد الميم الساكنة وفي الختام يا أبناء بارك الله فيكم هذا رابط الدرس بقناة عين بإمكانكم رجوع إليه والاستفادة من المصادر والإثراءات المتوفرة على هذه المنصة التعليمية المتميزة والمتكاملة إلى المنتقى بإذن الله عز وجل في الحصة القادمة في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته